السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة اول اعدادي اهلا بكم في فيديو جديد مع مستر خالد النهاردة ان شاء الله معادنا مع المراجعة عن رقم اثنين كنا نزلنا مراجعة في الفيديو السابق او اخر فيديو رفعناه على القناة كان مراجعة رقم واحد الفيديو السابق يا جماعة ده كان عبارة عن اسئلة لكن الفيديو ده مش اسئلة الفيديو ده عبارة عن مراجعة للقواعد طبعا ده نظرا لطلبكم طبعا بعض طلب مني بيقول يا مستر نريد ان نراجع او نعمل حاجة اسمه مراجعة السابق على القواعد بحيث نتذكرها مع بعض فالفيديو ده ان شاء الله نجمعت لكم فيه كل القواعد بتاع الترميل التاني فهنجراها مع بعض ونفهمها لكم بالراحة وهنحل لبعض النقاط اللي هي جيبها عليه على الكل قاعدة طبعا المراجعة موجودة يا جماعة في كتاب اويكيز اناف اللي هو اسبوع كفاية او اسبوع يكفي يعني تمام برقام الصفحات هنعرضوها مع بعض فالاول مرة تبعنا متنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعيل الجرس عند حضرتك علشان يوصل لك بقية الفيديوهات يلا بينا خلونا نبدأ مع بعض في صفحة 14 تمام المراجعة ده خاصة بيونت 7 الوحدة السابعة بص معي سيدي اول حاجة بيتكلم عنها هنا معي اللي هي الباست سيمبل اللي هو الماضي البسيط الماضي ايه البسيط الماضي البسيط ده بيتكون من التصريف التاني للفعل تمام من التصريف الكام التاني للفعل وعندي الافعال نوعين منتظم وغير منتظم وعندي الافعال لها تلات تصريفات اول وتاني وتالت احنا كل شغل بيكون على التصريف التاني حاسب لك فيديو اه في صندوق الوصف تمام ممكن يظهر عندك في تقدر ترجع له ان شاء الله في الفيديو ده شرح كامل للماضي البسيط اه خاص بالماضي البسيط فقط لا غير يعني حتشوف كل حاجة ايه فيه تمام يبقى عندي بيتكون زي بيقول من التصريف التاني للفعل ادي عندي هنا بيقول لي هي بوت انيو كار لاستويك لو لاحظت هنا الفعل بوت ده معناه اشترى تمام اشترى ده فعل ايه ده فعل شاز مش منتظم اساسا او اساس الفعل اللي هو ايه باي باي بوت تمام هي بوت انيو كار لاستويك معناه هو اشترى سيارة جديدة الاسبوع الماضي طيب بالنسبة للنفي النفي بننفي الماضي عن مثلا بديدنت والمصدر طبعا انا الفاعل عندي ده سابت اللي هو ممكن يكون اسم او ضمير بعد كده بنفي بديدنت وبعد بديدنت باجيب الفعل فين في المصدر اللي هو بدون اي اضافات يعني جملة زي الجملة اللي فوق دي لو انا حبيت انفي الجملة ديه هي بوت انيو كار لاستويك هم فيها ازاي بقى هقول هيديدنت اهو الفاعل هي وديدنت ورجع الفاعل ده الاصل بتاعه اللي هو ايه باي واكمل جملة زي ما هي هيديدنت باي انيو كار لاستويك بعد كده هنا بيتكلم عليه جماعة على الباست يسم بباست تايم اكسبراشنز اللي هو التعبيرات الخاصة بالماضي البسيط زمنية دي بجا اوله هي كلمات اللي احنا بنقول عليها بشكل بسيط يعني دي بنستخدمها زي كلمة last week last month last saturday last sunday last year و هكذا عندي هنا بيقول لي مثال ايو ايوينت بولنج يعني انا ايوينت بولنج يعني انا ايوينت بولنج يعني انا زهبت للي هو لعب البولنج طبعا ايو قدي معناها منذ بياتي بعديها فترة ايه زمنية او عفوا قبلها فترة ايه زمنية او مدة زمنية طيب هنا بيقول لي انتو 2013 في 2013 سلمة وز بورن يعني سلمة ولدت تمام خلاص ده كل ماضي ايه بسيط طيب بكون السؤال ازاي في الماضي البسيط طبعا بكونه بدد اول حاجة بيكون دد وبعدين الفاعل وبعدين الفعل فين في المصدر وبقية السؤال بتاعي والاجابة بتبقى اما yes i did او no i didn't خلاص هنا عندي بسم بيقول لي have you got a camera يعني هل انت كان معك كاميرا او كان معي بيقول له yes i have or no i haven't بس خلي بالك باجا هنا السؤال ده ميش على الماضي البسيط وبس لا ده هو هنا بيتكلم عن الاسئلة بشكل عام تمام ازاي كون سؤال اوضيف الماضي البسيط ده ماضي بسيط هنا عندي have you got a camera يعني هل انت كان معك كاميرا بتقول له yes i have or no i haven't can she speak english يعني هل تستطيعها انت تتكلم انجليزي لو كان بتتكلم بنقول yes she can او no she can't لاني ده كل اسمه yes or no question يعني سؤال بفعل مساعد طيب السؤال بكلمة استفهام ازاي كون سؤال بكلمة استفهام بتكون عندي كلمة الاستفهام الاول تمام وبعدها الفعل المساعد الفاعل وبعد كده الفعل الاساسي بتاع الجملة وبقية السؤال يعني هنا ده سؤال مثلا في زمن المضارع المستمر زمن المضارع ايه المستمر بيقول ايه فيه يعني what are you doing now ماذا تفعل الان فرد علي وقال لي i am reading a story انا بقرأ قصة طيب هنا when did you go to school متى ذهبت للمدرسة ادي وين معناها متى تمام when did you go to school متى ذهبت للمدرسة فقال at seven o'clock الساعة سبعة هنا where did لو لاحظت بقى ادي كله ثابت كلمة استفهام فعل مساعد فاعل فعل اساسي احفظ احفظ الكلام ده كله مهم جدا ازاي تكون السؤال عشان تعرف تحل السؤال الديالوج تمام هنا بيقول لي اين سلمة ذهبت بالامس فقال لي to the market راحة اسو طيب تعال نحل التمارين بقى على القاعد اللي احنا شرحنا دي هنا بيقول لي علي head lunch with his sister يعني علي يتناول الغداء مع اخته سارة ها tomorrow ولا next week ولا yesterday ولا now طبعا ده كلام في الماضي علشان عندي هاد دل على الماضي يعني هنا هاد دل عليه علماضي فلازم هنا يكون فيه كلمة دل علماضي فاختار yesterday السؤال الرقم اثنين بيقول لي did you watch the much yesterday طبعا هنا هاقول لي يبقى yes i did طيب ليه مستر خلد خدنا did لاني هنا خلي بالك وسألني بمين سألني did فلازم من اجابة تكون i did او no i didn't بعد كده هنا بيقول لي نقط got the gold middle حسن طبعا هنا بيسأل عايز يقول مين اللي حصل على الميدالية الزهبية طبع عرفت ازاي ان هو بيقول مين من خلال ان هو مديني اسم في الاخرة وفي الاجابة بيجاوب على بيقول لي حسن واحد بيرد ليه بيقول لي حسن يبقى من من الذي حصل فكلمة ما الاسم هي هو رقم اربعة بيقول لي how was your weekend ازاي كانت how was how was يعني كيف كانت فانا حقوله انها كانت عظيمة تمام شو لبعده من صفحة خمس الاشر هنا بيقول لي مستر خالد visited his daughter three days ago طيب ليه مستر خالدنا هنا اجو ما يعني ما قلناش مسلا يا ستر دي اقول لك يا سيد لان كلمة اجو دي معناها منذ وبيأتي قبلها مدة زمنية خلي بالك وركز في النقطة دي لان مهمة جدا 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 ازاي مدة زمنية مستر انا حوضح لك بمثال تاني بس نقول لك i played football two days ago two hours ago مثلا منذ ساعتين منذ يومين وهكذا بعد كذا بيقول لي where does the match start قلي at five o'clock طالما اداني وقت هنا تمام او زمن يبقى السؤال كان بwin اللي هي معناها متى معناها متى وين بعد كذا بيقول لي رقم ثلاثة i have a hair cut two weeks ago طبعا هنا عندي ago دل على مين قلنا بقى على الماضي او من الكلمات الدل على الماضي فما ينفعش هنا يكون عندي الفعل have وما سيكون عندي مستر طبعا سيكون عندي had had يعني انا قصيت شعري طيب رقم اربعة بيقول did you go to the zoo قال لي no i can't طبعا كانت ما تنفعش لي لان هو ساعة البدد فالاجابة didn't didn't تعالوا بقى نشوف مراجعة الوحدة التامنة هنا بيتكلم عن صفات المقارنة والتفضيل هنا من صفات المقارنة اول حاجة عزيك تعرف ان الصفة بتصف الاسم بتصف الاسم وبتأتي قبله تمام يعني مثلا ابيوتفل شايف ابيوتفل الاسم تمام بعد كده ويتاني قلي وتأتي بعد بيت يعني اللي هو فعلي يكون ازاي مثلا مثلا اقول لك ايه اه شي اه اه از ابيوتفل جيرل او اه عفوا از اه مثلا بيوتفل شايف انا قلت ايه از بيوتفل يعني اخت تكون جميلة هنا جات بعد مين بعد اللي هو از طيب اهول في مدينة كبيرة هنا المدينة بتاعتي تكون كبيرة طيب بالنسبة للمقارنات المقارنات لما بقارن بين اتنين في صفة قصيرة تمام غير لما انا بقارن بين اتنين في صفة طويلة ازاي يا مستر خالد يعني لما تكون الصفة قصيرة بضيف اي ار للصفة وبعدين كلمة ايه كلمة زان كلمة زان طيب هنا كلمة صاخب او مزعج فانعاز اقول ان القاهرة تكون اكثر ازعاجا من الريف تمام فتبقى ميزر زان هنا للمقارن بين اتنين او شيئين باستخدام الصفة الطويلة لو كانت صفة طويلة طيب بقارن ازاي بين اتنين عن طريق حاجة اسمها مور او لس مور معناها اكثر كلمة مور معناها اكثر مستر من عينية بص هنا بيقول ايه اللي هو الريف شايف هنا بقى دي هنا ايه الصفة بقى زان وبعد كده مين زا سيتي يعني انا قلت ان الريف يكون اكثر راحة او استرخاء من المدينة طيب هنا بقى بيقول عندي المقارن بين فرض بين فرض او شيء ومجموعة باستخدام الصفة القصيرة يعني هنا ده بقى ما اسمه مقارن ده اسمه تفضيل طالما بين واحد ومجموعة اسمه تفضيل ازاي بيكون يا مستر خلي بالك الكلام ده مهم جدا ده يتحفظ المربعات دي تتحفظ علشان تعرف تطبق بها بتكون زا الاول وبعد ديها الصفة طبعا ومش هتشوف زان كمان خلي بالك بعد كده عند المقارنة بين فرض ومجموعة باستخدام الصفة طويلة بنحط ده هاجة اسمها تمام اهو يام بحط او زا ليست وبعد مين الصفة بتاعتي يعني على سبيل المسال عايز يقول هنا الظلاين الاسد اني اخضر حيوان الظلاين is the most dangerous animal تمام ببتعال بقى نطبق الكلام ده على اسئله ونشوف السؤال هو بيقول ايه ابراهيم 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 طبعا طالما شفت زان هنا خد مقارنة على طول فهتبق ايه طول زان خلاص شوف اللي بعده شفت هنا بقى مين شفت زاقه طالما شفت زاقه وفيه نقط بعد كده وبعد كما ديني الصفة طويلة يجيب يحتاج مين بقى يا جماعة هنا ها يا اما the most يا اما the list طبعا هنا ما فيه شغلين عندي most رقم 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 ثلاثة بيقول english is not than arabic بقى ما شفت زان دي بقى مقارنة بين اثنين is more or less بقى الصفة طويلة يبقى more difficult تامر has got نقط orange juice in class the list ليه بقى لاني بيقول لك في الفصل كله تامر اجل لواحد حصل عليه على عصير برطوال السؤال اللي بعد هنا بيقول read and correct the underlined where this يعني اقرأ وصح كلمة تحت خط the traffic is most crowded today than yesterday طبعا هنا واحد يقول ليا انا عندك than يعني في مقارنات فكلمة most لا تستخدم في المقارنات ولا لكن من استخدم more more the blue car is the here شفت بقى za او شايف بقى هنا في za فمن فمن فتبقى the most بعد كده the bag was the cheapest than طالما شفت هنا than يبقى مقارنة هنحط لها er يبقى cheaper بعد كده يقول is more beautiful zin selma لا هنا zin ما تنفع هتفج zan تمام شفت اللي بعد و cd هنا مراجعة على unit 9 اللي هو استخدم going to طبعا going to نستخدمها للتعبير عن الخطط والنواية للتعبير عن المستقبل be going to الكلمة b اللي هي بيقصد بيها am is or are يبقى b a يقصد بيها am is تمام او مين او are اللي هما اسمهم verb to a verb to be خلاص طبعا am بتجمع i is بتجمع he she it r بتجمع we u z طيب حين بديني اهو امسل بيقول اي اي ام 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 خلاص نية عنده نية ماذا سوف تفعل هل سوف تجرب اللي هو بيقول yes i am or no i am not ثلاص مفوش اي مشاكل هو going to بعد كده هنا بيتكلم عن حاجة ثانية عندي اسمها reflexive pronouns اللي هو الضمير المنعكس ايه هو الضمير المنعكس ده الضمير المنعكس انت حضرت الخطف سات تبتدائي اللي هو بيتكلم يعني بيستخدمون التأكيد زي التأكيد على ان الفاعل هو الذي قام بالفعل تمام يعني هنا بيقول لي مثلا i بتبقى myself you بتبقى yourself لو كانت مفرد يعني yourself دي بتاعت المفرد طيب اما yourself دي بتاعت الجمع لان ليه بقى مستر طيب اش معنا you بقى لان you دي لها معنين معناها تستخدم مع المفرد اللي هو بمعنى انت او انت تمام وبتاعت مع الجمع بمعنى انتم او انت نا خلاص هي بتبقى himself she herself it itself we ourselves they themselves وخلي باكم في سؤال في المتحام بييجي لازم من الضمار من العكس فلازم تحفظ هنا مديني امثلة بيقول لي صحة با her self او her self على طول بنفسها يعني nobody helped انا عملت بنفسي مفيش حد يساعدني تمام بعد كده معاني هنا الاسئلة في نفس الصفحة صفحة 17 السؤال الاول بيقول لي اكرم is going to خلاص طال اما شفت going خد بعد من to المصدر going to visit بعد كده be careful خليك حريص you are going to cut انت يبقى yourself عشان you الضمير تمام يبقى هنا هتبقى the queen herself يعني الملكة بنفسها رح بيت بينا بعد رقم 4 بيقول tomorrow يعني بقرة they are not to send going to send هتبقى going to هي طبعا two موجودة فنختار going بس يعتبر لان two موجودة صفحة 18 بقى خلي بقى السؤال الاول بيقول ايه the dog can see themselves and water طبعا the dog مفرد ما يفعش تقول معازم themselves ولكن هتقول itself لان ده غير عاقل تمام بعد كده when are you going going علشان بعد منها to المصدر ززون بعد she can ride her bike himself عزولك ان هي بتركب الدراجة بنفسها يبقى himself دي ببتاجيش مع شي اصلا بتاجي مع هي ولكن بتأتي معاشي اللي هي her self لما is going to visiting طبعا فيش حاجة اسمه هنا visiting ولكن هتبقى visit بعد كده مراجعة الوحدة العاشرة made of made from طبعا خلي بالك انا بقول لك made from اللي معناها مصنوع من برضو made of معناها مصنوع من دي بنستخدم الوصف المادة اللي بيتصنع من هالاشياء يعني هنا بدي اقول مثلا the chair is made of wood يعني الكرسي مصنوع من الخشب the 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 طيب انا عشان قلت لك made from بجا بجا بس cd made from دي معناها مصنوع من بس بتختلف عن made of ليه بجا ازاي مستر made of دي معناها ان الشيء بعد ما بيتصنع بيكون نفس المادة بتاعت وهي هي يعني الباب مثلا مصنوع من الخشب بعد التصنيع جاد خشب الشباك نفس الكلام ما متغير في حاجة فده نقول عليه made of لكن لو تغير شكل الحاجة بعد التصنيع فما نفعش نقول made of ولكن بان من يعني على سبيل المثال يا مستر خالد فأقول لك يا سيدي على سبيل المثال مثلا الكيكة بتتصنع من من الدقيق فهل هي جاعدة دقيق بعد ما تصنعت ولا اتغير طبعا اتغير فما نفعش اقول ولكن خضاء تبقى made from خلاص طيب تعالوا شوف تاني حاجة هنا معي اللي هي استخدمات للتنبؤات المستقبل طبعا كلمة معناها سوف وكلمة معناها لن تمام تستخدم عند التنبؤ بما سيحدث في المستقبل بدون دليل يعني بي تجيش معها دليل زي يقول اي 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 بي تستخدم عند التنبؤ بما لن يحدث بحاجة لن تحدث في المستقبل بدون دليل مثلا اقول لك ما اعتقدش ان نحن هنعيش على القمر طيب التكوين بتاع المستقبل يعني بيتكون من وان وبعض يجي الفعل في المصدر اهو خلي بالك ده مهم جدا برضو هنا بيقول my son will be طبعا هن المصدر بي اللي هو يعني يكون my son will be seven يعني ابني هيكون عنده سبع سنين السنة الجاية electric cars العربيات الكهربائية want to use petrol in the future مش هتستخدم منزين في المستقبل بعد كدت استفهم او السؤال ازاي بكم السؤال طبعا السؤال بيكون yes or no question زي ما سنقول لك will وبعد هالفاعل وبعدين الفعل فين في المصدر will we وبعدين هنا قلنا الفعل في المصدر will we have small electric cars in the future يعني هل هل حكون عندنا عربيات كهربائية صغيرة فقال yes we will or no we want سؤال بكلمة استفهم بتبقي كلمة الاستفهم الاول اهو هنا وبعدين هال وبعدين الفاعل وبعدين الفعل فين في المصدر زي هنا بيقول مثلا where will you go at the weekend هتروح فين فين نهاية الاسبوع to the fun fair اللي هي الملاهي لنحل مع بعض بقى chairs is based made of what chairs هنا جامعة فتبقى are made are made of there not be electric cars in the future طالما في future مستقبل لسه يحصل يبقى تاخد well على طول رقم ثلاثة صفحة 19 جامعة what's your chair made of مصنوع من ايه the door are made of wood طبعا الباب مفرد بيبقى ايه is i think it will rain عشان بعد will بيجي الفعل في المصدر i think she won't have a mobile لاني بعد want بيجي الفعل فين في المصدر what are the chair is made of مش make of بي made of of بعد كي يجيب لي مراجعة ال 11 11 بيتكلم هنا على zero conditional اللي هي الحالة السفرية بتستخدم الحالة السفرية دي للتعبير عمل الحقاق يا جماعة مسا نقول لك ايه if we boil water لو احنا غلينا المية it evaporates ستتبخر طيب طيب احنا if or when we add to and to لو ضفنا 2 و 2 we you got 4 ستحصل على 4 طيب التكوين بتاعها بصي سيدي الحالة اولى الحالة السفرية اللي هي بتتكون من if or when وبعدها بياجي مضارع بسيط تمام و دفع للشرط وجواب الشرط برضو بيكون مضارع بسيط طيب لو جاءت F في النطب بس خلي بالك بيكون عندي لازم come هنا لازم نصل و come بين الجملتين زي هنا بيقول لي مثلا if i don't know a word لو انا مش عارف كلمة i use my dictionary هستخدم القموز بتاعي هنا بيقول لي the game starts if or when you touch the screen عندما تلمسل للشاشة وممكن نستخدمها في السؤال يعني ممكن اكون سؤال زي ازاي بقى او ازاي حيكون بقى بالمضارع البسيط اللي هو do you feel ill هل انت بتشعر بالمرض if you eat too quickly لو انت كلت بسرعة what do you feel if you eat too quickly what happens when you eat too quickly what happens when you eat too quickly ارحي حصل لما انت تاكل ايه بسرعة بعد كده ما بيتكلم عن must و mustn't والتنين معناهم يجب ولا يجب بنستخدمهم في الالزام او الضرورة وبعدين بيجي الفعل في المصدر زي بسلا يقول لك you must save our planet we must save our planet اللي يجب ان احنا نحافظ على الكوكب وبنستخدم must للمنع والتحريم مثلا you must throw into the ocean انفعش ترمي الزبالة في المحيل في عندي بقى should and shouldn't طب ايه الفرق بين should and shouldn't و must and shouldn't يا مستر خالد must and shouldn't الالزام او الضرورة لما يكون بلزمك بحاجة او حاجة ضرورية انما شد لما يكون بنصحك تمام يعني احنا بيقول لك you should study hard لازم انك تزاكر كويس او يجب انك تزاكر كويس you shouldn't waste your time ما ينفعش تضيع وقتك تمام لكل منصائح الاستفام ازاي بيكون سؤال بقى should طبعا should بيجي بعدها الفعل في المصدر كما احنا قلناه خلاص فلكن في حالة السؤال بتكون should الاول وبعدها الفاعل وبعد الفاعل بيكون عندي اللي هو مين بيكون عندي اللي هو مصدر الفاعل زي ما اقول لك should i take a 10 minute break يعني ممكن اخذ 10 دقايق راحة فلو انت موافق هتقول لي yes you should او no you shouldn't تمام التكوين او تكوين السؤال بكلمة استفهام بتبقى what اللي هي كلمة الاستفهام وبعدها بيكون should ممكن حاجة غير وطى عادي يعني كلمة استفهام تانية عادي Luxe يعني اعمل ايه عشان اتعلم مفردات جديدة فاجل اهم كذا رجل بعد احناRC ووقف الاخر بالمصدر esperران دعجل لاحق الأسئلة في فلنفس الصفحة لو انت تبغلق المية it على صنع على الطول Amazon مضارع بسيط turn into steam هتحاول لبخار واحد يقول لي Mário teraz طيب لماذا لا أخذ نحن تيرن؟ أقول لك لأن إت اللي هي قبل النقط ديه مفرد زي هذي هي أو شي تمام؟ لازم بعديهم الفعل يكون في اس السؤال اللي بعده يبقى يو هنا مصنط طبعا ده تحريم أو نهي ما ينفعش نكتابل ضوضاء في المستشفى رقم ثلاثة يبقى وي ايه؟ يجب ان احنا نصاعد الناس الكبيرة في السنة نقط something to drink when i am seriously تمام؟ طيب هنا ايه اللي قبل النقط بقى i عفوا نوت شبالي من i يبقى i have i have something انا بتناول شيء ما علشان نشربه قبل ايه؟ لم عندما اكون عطشان السؤال اللي بعده هنا بيقول لي the ground became what if it ran طبعا بيكيم ضماضي ما ينفعش ولكن هتبقى ايه؟ the ground becomes becomes لان ال ground هنا مفرد what should you do طبعا فعل في المصدر you mustn't be quiet in the library طبعا ما ينفعش اقوله انت لا يجب ان تكون هادئ ولكن هقوله يجب you must must او لازم تكون هادئ you must study وعشان بعد must بيجي في الفين في المصدر طيب بعد كده الواحد اتناشر اهو اخر حاجة معنا بنربط بقى او الضمير الواصل who اللي هي معناها الذي او التي بيستخدم للفاعل العاقل هذا يربط جملتين عن الاشخاص باستخدام ضمير الواصل who مثل ايه؟ مثلا يقول لي the teacher is a person that he teaches students هو بيدرس الطلاب يبقى حقول the teacher is a person who teaches students مثال تاني هنا بيقول لي a businessman راجل الاعمال is someone who works in an office طبعا لما تتحول او اربطها بهو بتبقى a businessman is someone تمام؟ هذه هي محلول اساسا who works in an office السؤال المزيل السؤال المزيل طبعا ايه سؤال سهل جدا يعني بيتفهم لو فهمتوا هتحلوا بسرعة بصة سيدي بيقول لي ايه؟ بيقول لي اني السؤال المزيل ده تمام؟ اه جملة هو بقى بتكون جملة خبرية مزبتة لما تكون الجملة هنا خبرية بيكون في فعل مساعد عندي منفي وبعد كده ضمير فاعل خل بالك داد مفروض يتجاه محفوظ لو كان جملة خبرية منفية بيكون فعل مساعد مزبت وضمير فاعل لاحظ بقى السؤال المزيل يكون بمعنى أليس كذلك؟ ولابد ان يكتب بصيغة مختصرة وليست كاملة لازم نتوقع مختصرينه يعني بديني مثال هنا بيقول لي ايه؟ doesn't he ما ينفعش اكتبه doesn't he او لك تكتبه كده بالشكل واختصر خلاص وقبلها بيكون في ايه؟ comment بل استخدموا للتحقق او التأكد من شيء تعرفوا تمام شيء ايه؟ تعرفوا يعني هنا بديني مثال بيقول لي she is clever هي تكون ذكية isn't she طيب لو لحظت هنا بقى ادي الفعل المساعد is فالمفروض انا بيجيب التضلط بتاعه تبقى isn't عليس كذلك فاقال لي yes she is هنا زي aren't لازي هما مش كسلنين are زي هنا عشان aren't بيقيت هنا are no they aren't طيب من اس بيكس انجلش بقى نشوف المسال ده كده هنا بيقول لي من اس بيكس هنا مفيش فعله مساعده ولكن هبص على الفعل الاساسي في اس فتبقى ايه؟ اهو doesn't she doesn't she doesn't ايه؟ she بعدك بيقول لي he has a black car هو يمتلك عربية اه سوداء لو لاحظت هنا بقى لو خدت بلك من هاز هنا ممكن تتقول لي هاز انت هي صح؟ اقول لك غلط ليه مستر خالد؟ لان هاز هنا فعل اساسي بمعنى يمتلك او لدي هو يمتلك عربية سوداء فبنعمله كأنه فعل اساسي مش فعل مساعد فبقى ايه? doesn't he طيب تحت منها شي never please هنا طالما شفت never يبقى اخد نفي وراه اخد اثبات وراه لان الكلام هنا منفي الكلام ايه؟ منفي never please يبقى does she بعد كده هنا بيقول لي هالا روت هالا روت ماضي فتبقى didn't she طيب he has written هالا روت هالا روت هالا روت ماضي فتبقى didn't she طيب he has written المثبتة يجاب عنها yes والجملة المنفية يجاب عنها no هالا تكون جملة المنفية بانجاوب عليها هي no نشوف البعده الحالة الاولى بقى الحالة الاولى بقى الحالة الاولى دي بتتكون من ايه مستر خالد من مضارع بسيط فبعد كده مضارع بسيط وبعد كده will بلنستخدمها في شيء يعني محتمل للحدوث في المستقبل زي مثلا بيقول هنا if عادل استطاد is hard لو عادل بيذكر كويس he will pass this هو هينجح في الامتحان if it is wind يتمره لو جاوب بكرا عاصف اهو هنا اللحظ بقى ده مضارع فهنا مستقبل اهو شايف كده انتقول له ايه will مستقبل اهو هنا اهو ده الكلام دي لو f جات في البداية لو f جات في النص بقى بتكون f في النص وقبلها مضارع وبعد ايه اهو بيكون قبلها ايه مستقبل وبعدها مضارع شوف تعال نحل مع بعض كل اسئلة ونشوف اهو دكتور ازابيرسون هو ليه رجلت هو يا مستر خالد لان الدكتور ده عاقل if you استضي مضارع بسيط استضي بدون اضافات ليه بقى لاني معيو بيجي الفعل في المصدر علي هازكار علي يمتلك عربية هنا يمتلك ده فعل اساسي فهتبقى doesn't he تمام doesn't he he ميسز هالا سانكد all the teachers ميسز هالا شكرت كل المدرسين يبقى يبقى ايه didn't she ليه مستر خالد خدنا didn't طيب عشان هنا سانكد يبقى بفعل في الماضي اهو ميسز هالا شكرت كل المدرسين who judy will visit zabira want she عليس كذلك salma and some are twins تمام aren't they ليه طيب قبتنين فين aren't ya مستر خالد اه يا حبيبي aren't عشان فيه r هنا فاخذنا ايه aren't what will happens تبقى happen طبعا لاني بعد ويل بقى يجي الفعل فين في المصدر رحنا يكون وصلنا لهات الفيديو اتمنى لعيب الفيديو متنساش تدعمنا عشان يوصل لبقية الفيديوهات ان شاء الله في الفيديوهات القادمة هتكون عندينا امتحانات كاملة وشاملة باذن الله تعالى انا كده راجعنا عن جرامر كله والخالمات طبعا تقدروا ايه تراجعوها برضو موجودة عنديكم في نفس الكتابة شكرا للحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته